نذكركم باسم الشعار رشيد ممعزة أمين وطني مكلب بالتظاهر التقافية في الاتحاد الوطني لشعار الشعبي أهلا وسهلا بك في الأستوديو سيدي ومرحبا بك في البلاطو تفضل يا هلا يا هلا ومرحبا وصلاب عليك وعليك الحمد لله كتابات حاضرة بقوة ولكن الدخول كان محتشم للسيد رشيد تفضل لنا قرب مني لنا شوية يلا أهلا وسهلا بك السيدي شكرا لقبول الدعوة شكرا على الدواء والسلام عليكم تحية طيبة إلى كل ملهد الفضاء التقافي والعلمي أنا جد سعيد بوجودي في هذه القاعة يلا سيد رشيد أكيد أول سؤال نطرحه عليك ربما حتى الناس يحبوا يتعرفوا شكون هو رشيد رشيد بمعزة بكل بسطة شاعر شعبي له بعض طويل في هذا الميدان طرسنا وتعلمنا على شيوخ شيوخ الملحون طبعا في الجزائر وقرنا كتابات وقصائد طويلة من بينهم يعني بن كري وشيخ السماتي بن قيطون وقصيدة حيزية المعروفة كذلك سيدي الخضربان خلوف وهم شعراء كوتورف وعندنا هذا في الجيل القديم أما الجيل الحديث عننا كذلك نعم الجيل الحديث نعم الجيل الحاضر فيه ثاني كذلك فيه شعراء فحول من ربع الوطن جميل طيب مقارنة بين الشعر القديم والشعراء اللي سبقونا ربما والشعراء اللي رم يكتبوه حديثا يلا تقريبية مقارنة مقارنة هو الوقت فقط يعني تغيير المواضيع اختلفت لكل أكيد أكيد تختلف لأن على جيل الأمس كان يكتب على الجواد على الفرس على الخيمة واليوم؟ اليوم تطورت الأمور على وشرا ما يكتبوه؟ الشباب هذا يحب كاسكروت الخفيف يكتبوه على الطاكوس نعم يلا جميل طيب ما هو دور التظاهرات وما مدى أهمية التظاهرات الثقافية في الترويج للموروث الشعبي الجزائري هذا اللي هو بالموضوع هذا اللي هو بالموضوع لتعرف أخي أن الشعر الشعبي هو بحداته تاريخ يؤرخ لي عدة حقابات يؤرخ لي معارك يؤرخ لي أحداث يمد رسائل لأنه رسائل مستوحة من الواقع لهذا فيه نوع من المصدقية القصيدة الشعبية طيب شوف لو نروح للشعر الغنائي يعني نلقاه بكل صراحة حتى الرسائل اللي كانت بكري في الأغاني قلت يعني ما عادش فيه رسائل هادفة والرسالة عادوا يغنيوا بش يغنيوا هل الشعر الشعبي مازال فيه رسالة؟ مازال مازال هو كله رسالة لأن الشعر الشعبي يعرف المستمع والمشاهد الكريم أن الشعر الشعبي هو لسان حال الأمم يفهموا صغير البسيط يفهموا المتقف والأكاديمي والأمي لأنه مستوحة من يوميات من الواقع بالطبع يلا نقول لك في هذا الأثناء أعطني مقطع من الشعر الشعبي هكذا كلمات تستحضرها في هذا الأثناء لو نقول أول ما نبدأ به هو الوطن جميل وطني الحبيب ماذا تقول في الوطن؟ أقول تحت عنوان زينة الوشام يلا رأنا سمعه فيك نقول مع شوق تراشيد ماشي من النسوان وعشقه فيها قليل تلقى ميتالو حبيبة قلبه زينها يسحر فتان كم منعاش قروضوها ما نالو جوهارة والاسم علي عندو شان تدلل بالزين بايق جمالو غزالة سمرة ما لحقوها فورسان ساق موشهم بالردي فوق الخالو كبرت معاها ضمطني في لحظان حب السمرة زاد قلبي تهوالو كم من فارس جرتوليها لمحان كم من قايد مات منها بهبالو قداش الماليك قداش سلطان سحراتو بالعين زادا خسر مالو غرامها لا انس كتبو ولا جان والعالم شعت هي بكمالو ما ترضاش حبيبتي عني نتهان ما ترضاش حبيبتي عني نتهان ما تقبلش الغير وتشوف خيالو مولات البرنوز هاتو للوان غطاني بجناح محلات ضلالو محبوبة وحليبها يروي عطشان واسماها نبضات قلبي وحبالو يا سلام يعني هذا يعني كان نروح فيها رأي أكيد جزء شوفك أنيق حضورا نعم وكلاما نعم وشعرا ما شاء الله تبارك الرحمن القصيدة شوي طويل على كل حال أكيد ولكن الكلام جد معبر أكيد وجد جميل صراحة يلا نوصل دائما الحديث على دور التظاهرات الدولية والمحلية أيضا كونك أمين وطني مكلب بتظاهرات ثقافية في الاتحاد الوطني لشعراء الشعبي يلا دوروا الأهمية عن مشاركة الجزائر في مختلف تظاهرات الدولية الجزائر حاضرة في كل المناسبات المغاربية المغاربية العربية الدولية نحن شعراء الملحون عندنا عدة اتجاهات يعني في الوطن العربي مدارس مدارس نعم ولكل مدرسة لها إلهام خاص لها طبع خاص كما تعرف أن الجزائر كبيرة وراء خارة ما شاء الله وتجدنا من ميلة اليوم نعم من ميلة تحية الناس ميلة تحية لكل ناس ميلة وتحية إلى سكانتس خاصة بلدتي الحبيبة وتحية إذا كان في تحيينا في آخر جامل يلا دائما نحكو على دور الشارف في الحفاظ على المولود الشعبي الجزائري هل تشوف هذا التنوع الذي يكون وهذا الزخم الذي تزخر عفوا به بلادنا الجزائر في التظاهرات المحلية مهم جدا أن شعراء يشاركوا يبادروا في الحضور لهكذا التظاهرات طبعا الشعر الشعبي هو من أجل احتكاك من أجل التبادل الثقافي أيضا لعلمك أخي أن الشعر الشعبي له ضوابط له ضوابط والشعر ما عليه إلا الالتزام بهذه الضوابط والقياسات الميزان اختيار الجمل اختيار الكلمات التي تعبر الميصاج يوصله لازم يوصله الشعر هذا الضور أول نرى هي رسالة ربانية لا يستحبب بها أي كان لكن الشعر الشعبي بطريقته الخاصة وبأسلوبه الخاص يوصل يوصل هذه الرسالة إلى كل القلوب خاصة الناس التي استحسن هذا اللون من الأدب الشعبي أنا أسميه الأدب الشعبي أكيد جميل طيب من غير الوطن وشنه هي القضايا اللي يكتب فيها القضايا 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 اجتماعية شبابية فوتنا لمرحلات على الشباب رنفت جديد أكيد كين لي جدد وكين الناس رأي جدد في الميدان وصير الشيدي جدد أو لا محافظة عندي بعض عندي بعض بعض قصايا في التجديد لأن كين أصديقات سبقون في الميدان هذا لكن أنا أعتبر نفسي اجتماعي أكثر يلا ماذا بينزين نسمع ربما مقطع صغير هكذا نقول حالة وحوال بسمك يا إله عبدك تلطف به وبصلاة الرسول يحلام القانا من قلبي عربون محبان هديه بالمجمع الكريم ربي لاقانا في لمتنا خير نتواصل وعليه فيما حب الله ربي مولانا سبقونا الوليه سبقونا قالوا اللي غلط تنهيه والراج الموحال يرضى إيهانا والساجي معيار وكلامه تنبيه لا يقدر ويقول غيرانا وانا ودوني معروف بالسان وفاقيه يكتب على الحيين وأهل الجبانا في وجهه عبوس لا ضحك تزهيه يتمنى للغير تمشي حفيانا شفوا ذاك الحال كيف وصلنا ليه ما بين الجيران ما تلحنانا حتى الخو تلقاه يغتب في آخيه ما غاضوا لحليب نفسه شيطانا يعني دي للكلب حشاكم دي للكلب يباني فرح بماليه بالوفا معروف يحفظ لا مانا ودي بيذا جاع فريسا ما تغويه ولو كان باللحم فيها مليانا يا سلام على هذا الكلام يا سلام على جمال الكلمات ورقي الكلمات وتعبير الكلمات حقا معبرة من واقع مؤاشا يعني أنا صراحة لو كان نقعة ثلاث سوية أربعة سوية أكيد أكيد مراحش نشبع من هذا الكلام الجميل طيب ربما رسالة تحب تقولها إلى الشعراء إلى شعراء الشباب وأيضا القدامة من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا الفضاء اللي جمعنا دائما أبدا يوم كل أربعة مع شعراء الشعر الشعبي أولا أولا نحيي كل شعراء الجمهورية بدون ستنا وأتمنى الالتفاف حولها هذا الاتحاد اللي احنا رأنا حاليا جددنا المكتب الوطني واللي المقر نسعه في الجلفة ومن هذا المنبر نحيي الرئيس الدحمان بن سالم الذي أخذ على عاتقه المسؤولي هذه المسؤولية الكبيرة فقط أتمنى من شعراء الاتفاف حول هذا الاتحاد ولا نترك الرئيس وحده حتى لا يسعب والفائدة ستكون طبعا في المستقبل للشباب وناخده بأيدي هذا الشبيب اللي جاي نمدلهم المشعل لأننا نحن يجي نهار ونروحه بعد عمر طويل إن شاء الله سير راشيد بومبعزام شكور على قبول دعوة البرنامج أكيد في الختام نخليك يلا رسالة تقدمها مقطع جميل شعري يلا نسمع لك مقطع جميل والله يلا يستحضر سير راشيد يعني من الناس المجددين هو برك يقول لي أنا ما زالني محافظة لك من الهاتف وكاتبها في الهاتف أكيد فيه تجديد بأي من رحل الشيء الاجتماعي يلا الرجلة ماذا تقول في الرجلة أنت تقول سير راشيد نعم أقول في الرجلة وقترانا فيه نرجو السلامة كترت فيها ذكور وقلت الرجال الرجلة ما هيش دمعا وملا ما الرجلة صيفات صفها غربال الرجلة عنوان بقي عالمة من مدة وسنين لبسوها الأبطال الرجلة ما هيش في لبسة عمامة والله في برنوس باهي والسروال الرجلة ما هي تخوبيت وقتر فهامة لا هي في خداع نصب واحتيال الرجلة 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 عنوان بقي عالمة من مدة وسنين لبسوها الأبطال الرجلة ما هيش تخوبيت ولا كتر فهامة الرجلة ما هي تفرعين وقامة ولا فوق يظهر في الشد دازال الرجلة ما هيش درية هامة يتعصف الرياح يتخبى في حيال الرجلة نخوة وهمة وشهامة الرجلة أوصول من مولودة جيال جميل الرجلة ما هيش تاكل تامة وما تعرف حرام ربي من الحلال جميل تحية لكل الرجال لكل رجال الجزائر اللي نبجد في نصبحت اليوم ولمازالهم محافظين على عادتهم وتقاليدهم وأصولهم محافظين على عائلاتهم ونساءهم وأطفالهم وبانتهم فالرجلة هي عنوان للشهامة ولكل جزائري تحية لكل شعراء الشعر الشعبي وتحية أيضا لكل رجال الجزائر القايمين على خليني نقول الأمن والأمان الموجود في الجزائر يلا